فهنيئا لنا بهذا الوطن فهنيئا لنا بهذا الوطن وهنيئا لهذا الوطن برجاله وشبابه واهلا ومرحبا بك يا صاحب السمو وصاحبك الكرام في جامعة المؤسس ترعى هذا الحفل وتشارك أبنائك وإخوانك من أبنائي هذا الوطن المعطاء فرحتهم في هذا المساء خير بداية آيات من كتاب الله يتلوها الطالب عبدالله شلوالة الحاج على المركز الأول على مستوى جامعات دول ملس التعاون الخليجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البن والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشره كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته